كشفت سل أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أبلغ نظيره الجنوبي مونجي أن بي أنه سيغلق موقع التجارب النووية في بلاده في مايو المقبل وضح المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية أن زعيم الشمالية يعتزم دعوة قبراء دوليين وصحفيين إلى بيونج يانج لضبان الشفافية أمام المجتمع الدولي عند إغلاق موقع التجارب النووية مضيفا أن زعيم كيم أكد أنه لن تكون هناك حاجة لامتلاك أسلحة نووية إذا أنهت واشنطن حالة الحرب رسميا وتعهدت بعدم لا تداء